من جديد تبدو الأوضاع في سوريا أقرب إلى صراع نفوذ بين قوى إقليمية ودولية منه إلى صراع بين معارضة وسلطة حاكمة اتفاق السوشي الذي أبرم بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي بوتن بشأن تهديئة الأوضاع في محافظة إدلب سوريا يواجه محاولات إيرانية حثيثة لإفشاله عبر دفع قوات النظام السوري لانتهاك بنوده واستفزاز قوات المعارضة وصولا إلى تفجير الاتفاق وإشعال جبهة إدلب من جديد قوات النظام السوري تواصلوا انتهاك الاتفاق إذ قصفت بالمدفعية الثقيلة مناطق تشملها المنطقة منزعة السلاح الثقيل المتفق عليها بين الجانبين التركي والروسي ما أسفر عن عشرة قتلى بينهم طفل في بلدة جرجناز جنوبي إدلب تلك البلدة التي أمطرت وحدها بنحو خمسين قذيفة الأمر الذي عد خرقا كبيرا لاتفاق سوشي وتأكيدا لنوايا باتت واضحة لدى قوات النظام السوري للإبقاء على حالة القلق الأمني عند سكان مناطق الشمال الغربي لسوريا وفي سياق محاولات النظام الحثيثة لتقويض اتفاق سوشي قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن من وصفهم بالإرهابيين ما يزالون موجودين بأسلحتهم الثقيلة في محافظة إدلب قول كذبه حليفه الروسي إذ أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف عدم وجود أي تهديد يقوض الاتفاق المبرم بشأن منطقة وقف التصعيد في إدلب ومؤكدا أن أنقرة تبذل جهودا كبيرة للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد هنا تكمن في رأي محللين أسباب الرغبة الإيرانية في إفشال هذا الاتفاق فاستبعاد طهران من الاتفاق واستبعادها كذلك من قمة إسطنبول الرباعية بشأن سوريا التي ضمت إلى جانب تركيا كل من فرنسا وألمانيا وروسيا ناهيك عن سعي أنقرة لتوسيع تلك القمة وضم الدول جديدة إليها كالولايات المتحدة والسعودية كل ذلك بات يشعر إيران بالقلق على مستقبل نفوذها في سوريا والمنطقة عموما ومن هنا يأتي التحرك الإيراني لتقويض اتفاق سوشي ليس دفاعا عن نظام الأسد بقدر ما هو منافسة على النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية